ويانا على الهواء مباشرة الفنان علي بدر يا أهلاً وسهلاً بيك أستاذ علي أهلاً وسهلاً بيك وتحياتي لكم وتحياتي للشاعر الكبير كريم العراقي ولكادر شرقية أهلاً وسهلاً بيك نورتنا بظاهرة الجمعة علي في خضم هذه الأحداث والمظاهرات اللي تصير حالياً توحد الشعب العراقي ضد الأنصرية أثبتوا رجالاً ونساءاً أنهم قادرين على قيادة الثورة ضد الظلم والفساد شفنا إليك أعمال في ظل هذه الثورة ثورة أكتوبر فتحدثنا عن أعمالك وبذات الأعمال الأخيرة وأغنيتك الأخيرة طبعاً أنا من أول يوم الثورة من أول ما بدت في ساحة التحرير أنا سجلت مجموعة أعمال للفنانين محمد عبد الجبار والفنان حاتم العراقي وقصيح حاتم العراقي وإلى الفنان قائد حلمي وإلى الفنان حسن ثامر وإلى آخرين سجلت هواي أعمال يعني إحنا كأني كملحن في هذه الأحداث أقوم بواجبي كملحن يعني وكمطرب أيضاً ومش ما نسوي هو قليل بما يقدموا المتظاهرين في ساحة التحرير وفي ساحة الاعتصامات يعني هذا أبسط شيء نقدمه إحنا مو أفضل من الشهداء اللي راحوا ولا الجرحة اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله أكيد الله يرحم شهدائنا ويصبر أهلهم وإن شاء الله الله ينصرهم ينصر ثورتنا وينصر شبابنا رجالاً ونساءً الصراحة وأكيد الفنانين اللي هم دور جداً شبير ودور مو قليل يعني صح هو بالتلحين أو بالكلمات أو بالأغاني المطربين بس إلى دور وصدى في نفوس الناس فتحكيننا عن العمل اللي قدمت أخيراً ويا الفنان محمد عبدالجبار عليه أنا قدمت ثلاث أعمال للفنان محمد عبدالجبار الأول كان العراقي يريد واحد يرفع الرأس والثاني نموت هو يعيش الوطن والثالث اسمك يا عراقي ثلاث أعمال قدمناهن بصوت الفنان محمد عبدالجبار صحيح وبصراحة الأعمال لاقت نجاح كبير نعم أكيد لاقت نجاح جداً كبير علي ولو قاطعتك بس ممكن نسمع مقطع من هاي الأغنية الأغنية الأخيرة في ثورة أكتوبر لا أنا رح أغني لك رح أغني لك مقطع من أغنية الفنان حسن ثامر نعم اللي هي تقول نعم يبقى العراقي رفعة راس يبقى العراقي رفعة راس الغيرجة تعالي مقياس برجل داس الذل داس يبقى العراقي يبقى العراقي يبقى العراقي رفعة راس هذا مقطع من أغنية الفنان حسن ثامر طبعاً الأغنية والعمل أكثر من رائع وحابين نسألك أيضاً هل هناك أعمال وطنية جديدة تتحضروا لها بهالفترة؟ أكيد أكو أعمال يعني دع أحضر إلها بالستوديو حالياً دع أسجل مجموعة أعمال وأني من أول ما صارت الثورة سويت أغنية أبو التوكتوك للفنان حسام الرسام وبصراحة لأنه شفت هذا الإنسان هذا صاحب التوكتوك عظيم الشون أخذ دور كبير في هذه المظاهرات في نقل الجرحة في نقل الشهداء بكل شيء فسوينا لأغنية أنا والفنان حسام الرسام أكيد ووجههم تحية شاهدوه كل الناس نوجههم تحية لأهل التوكتوك ونسمع مقطع علي طبعاً وجههم تحية كبيرة لأصحاب التوكتوك طبعاً علي العمل أكثر مرة وفعلاً تحية لأهل التوكتوك يعني صاروا رمز من رموز ثورة أكتوبر أكيد لهم دور كبير في هذه المظاهرات وبصراحة أنا شفت سلميتهم بالمظاهرة يعني كان رائعة كانت يعني ناس مريدون غير بس حقهم يعني حتى كل المتظاهرين اللي في ساحة التحرير وفي الساحات الأخرى كانوا هم متظاهرين سلميين يحبون يحصون على حقوقهم يعني لا أكثر ونحن رح نضلوا إياهم لحد ما يحققون مطالبهم من الحكومة وإن شاء الله الأمور تكون بالأيام القادمة أجمل وأغضر وإن شاء الله دائما الأمل موجود والسائي موجود بإذن الله علي سمعني أكو فد عمل دا تشتغلون علي أنت والفنان محمد عبدالجبار فتحكيننا عنه تطين التفاصيل كلمات ألحان اشتغلنا عمل اسمك عراقي وإن شاء الله هسا رح نسمعه بس رح أغنيكم مقطع من عنده يقول هذا عراق وبالك ها تتورط تندق ويا هذا عراق وبالك ها تتورط تندق ويا شر العالم تتشفى اسمك يا عراقي شر العالم تتشفى اسمك يا عراقي علي طبعا إحنا جدا سعيدين التواجدك ويانا اليوم بظهيرة الجمعة حبي نسمع أكلمة أخيرة حبي توجهها جمهورك عبر برنامج ظاهرة الجمعة شكرا شكرا إليش أنا أريد أوجه كلمة لحكومتنا أنه يحققون مطالب هالناس هاي المساكين وهم دي طالبون بحقوق مشروعة وحقوق هاي الحقوق هي حقوقي وحقوقت وحقوق كل عراق إذا كان داخل العراق أو خارج العراق فنتمنى من الحكومة أنه يلبون مطالبهم ويرجع العراق يزدهر من جديد ونرجع كنا نلتم في بلدنا وكافي معانات وكافي مشاكل وكافي قهر وضيم مثل ما يقولون يعني ملينا وتعبنا وهي حقوق بسيطة يعني المتظاهر لمن يطلب حقه أنه يعيش حالة حالة البلدان الأخرى يريد سكن يريد وظيفة يريد خدمات بسيطة يعني إذا بلطت شارع وخليت المواطن يرتاح ليش تخلي الطسات وأشياء يعني فنتمنى من الحكومة أنه يعني يلبون المطالب وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أجمل وأفضل وتحياتي إليش وتحياتي لكل كادر قناة الشرقية وللمخرج الرائع في رأس السراي إن شاء الله شكرا جزيلا وإن شاء الله يعمل أمن والأمان وتنتهي الثورة بتحقيق مطالب كل المتظاهرين ومطالب الشعب علي قبل ما نتسلم عليك حابين نختم فد أغنية تسمعنا إياها يعني أغنية وطنية ولا عاطفية وطنية أكيد إحنا أي شيء للوطن أكيد وطنية وطني آني راح أغني لك موال آني مغني سابقا شن هي أخبار الوطن وكيف الوطن يا خي وخبرني منه الرحل ومنه اللي بعد حي خبرني منه الرحل ومنه اللي بعد حي قال للوطن يا أخي ميت بصورة حي أو نهر الفرات اندفن وبدج لمهاك ومي قال للوطن يا أخي ميت بصورة حي أو نهر الفرات اندفن وبدج لمهاك ومي وبدج لمهاك ومي